ازاي اعمل اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات هندست الصوت. النهاردة هنتعلم تكنيك او اداة من ادوات البرنامج بتاعنا بتاع التسجيل مهمة جدا 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 وبتوفر لنا وقت كتير قوي بالذات لما بنيجي نسجل لايف لاي آلة او بنسجل لايف لاي مايكروفون. التكنيك دوت بدل ما انا بسجل كله لو عملت غلطة في النص بيتحلي ان انا بدخل في منطقة معينة وبخرج في منطقة معينة من غير ما انا تدخل الكمبيوتر بيفتح التسجيل ويقفل التسجيل في وقت معين بحيث ان انا اسجل الجزء بس اللي انا غلطت فيه ده فاحنا هنسجل دلوقتي زي ما احنا شايفين دلوقتي وهنسجل التراك دوت في غلطة زغيرة وبعد كده الجزء الزغير اللي في الغلطة دوت هنعدله. والجزء الزغير ده بس هو اللي هيتسجل مش بقية التراك. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل التكنيك ده ازاي? ده البرنامج بتاعنا اللي احنا هنسجل عليه النهاردة. انا اخترت برنامج آآ يعني دوت برنامج مهم جدا من برامج تسجيل او تسجيل في الهندسة الصوتية. البرنامج ده برنامج محترف برنامج استوديو. النسخة اللي هي النسخة اللايت منه هتلاقيها محدودة بعد التراكات محدودة بافيكتات مش موجودة فيها محدودة بشوية آلات موسيقية بتتضاف على النسخة الاصلية. اللي تمنها مسلا ممكن يوصل لخمسمائة دولار مسلا او ستمائة دولار. النسخة دي بتيجي ساعات مع كهدية مجانية بتيجي ساعات مع بتاعتي اللي انا آآ بتاعتي الكنترولرز بيجي معا ساعات البرنامج دوت. فانا شايف ان البرنامج ده مناسب جدا لناس كتير هيبقوا معها البرنامج ده وتقدر تسجل عليه. انا عايز ازبط باستعمالي البرنامج حاجة واحدة بس. انا طول عمري بشتغل اللي هو بشتغل على الابل. فالما هشتغل على كيو بيز انا اول مرة افتحه زيكم بالزبط. اخر مرة استعملت كان في دراسة ليا كنت مثلا من حوالي سبعتاشر سرعة. نسخة تانية خالص غير الكلام ده خالص وحاجة تانية خالص مختلفة تماما عندها. طب ده معناه ايه? معناه ان كل او كل برامج التسجيل كلها واحد. المبادئ واحدة لو انا دورت على كلمة على اللوجيك برو حلقية بس بتعمل بزراير تانية. هعملها بالزبط دلوقتي على اللي انا ما عرفش عنه حاجة. وهجرب معاك ودلوقتي استعمل عشان تعرفه. لو انت عرفت تستعمل دي اي دابليو كويس وتتقنها. هتقدر تستعمل اي دي اي دابليو تاني في العالم بدون مشاكل مع مجرد مذاكرة بس بسيطة للدي اي دابليو جديدة. تعالوا نشوف مع بعض الكيو بيز اللي اي هنعمل معا ايه? زي ما احنا شايفين زي اي دي اي دابليو هلاقي عندي الساحة اللي انا بشتغل عليها اللي فوق دوت هيبقى فيها التراكات على ما اظن طبعا. والساحة اللي تحت ديت هيبقى فيها التفصيلة بتاعت اي تراك هعلم عليه هنا. بدل ما يبقى عندي البلاي والريكورد والكلام ده كله فوق زي اللوجيك برو انا هنا عندي تحت ما فيش اي مشكلة خالص مش هتوعقني في اي شيء. علامة زي دي غالبا معناه انها تضيف تضيف حاجة هيبقى تضيف تراك يعني تضيف ايه يعني في في من بتاعي دوت. فانا هشوف دلوقتي هقدر اسجل على دوت اه ايه بالزبط دلوقتي ونعمل والزي ما اتفقنا. فانا هضيف تراك هيقول لي تحب تضيف تراك ايه? ولا اوديو لأ انا اوديو طبعا. الانبوت بتاعي هيكون الانبوت بتاعي نمرة واحدة اللي متوصل بيه المايك. بتاعي مونو لان المايك مونو. والاوت بتاعي هيبقى في اسم التراك بتاعي انا هسميه تمام كده? حلو جدا نعمل لي التراك الجميل بتاعي اهوت زي ما احنا شايفين هنسجل عليه دلوقتي حاجة بس في حاجة انا عايز انصح بها الناس. لما تيجي تسجل تراك دايما حاول تشغل معا الميترونوم. يعني ايه? يعني خلي العد يبقى عدد معاك عشان وانت بتسجل تسجل صح تسجل بالزبط زي ما انت اه هتسجل على بتاع الاغنية بتاعك اللي انت هتركبها او المقطوعة بتاعتك اللي انت هتركبها. فاحنا دلوقتي هنشغل الميترونوم معنا واحنا نشغل ندور على الميترونوم بتاعنا فيه هنا ايه? هو موجود هنا دوت العد بتاعي التمبو بتاعي مية وعشرين. تيبقى ده هو ده الميترونوم نعملها مسلاً. مية نجرب مية. العد مزان بتاعها اربعة من اربعة مش اي مشاكل. اشغل الميترونوم من هنا. نبدأ نسجل. اه يا لالالي عيني يا لالالي علي مروح راح ولا جالي اه يا لالالي عيني يا لالالي علي تغرب راح ولا جالي. ده التراك اللي انا سجلته من الاول طبعا لو تلاحظوا ان انا قلت في اول مقطع علي مروح راح ولا قالي اي وعلي تغرب راح ولا قالي. فانا حسجل دلوقتي هاسمع دلوقتي اللي انا سجلته. اه يا لالالي عيني يا لالالي علي تغرب راح ولا جالي. تمام. علم راح ولا قالي دي هتبقى في المزورة نمرة خمسة بتاعتي. طيب اعمل انا ايه? علشان اختار المزورة نمرة خمسة دي تسجل عليها بس. علشان يطلع لي. اللي انا عايزة. فانا بالزبط انا التخيل بقى طبعا لو انت بتسجل تراك اغنية المدة بتاعتها مسلا حوالي خمس دقايق مسلا تسجيل او اربع دقايق تسجيل. مش معقولة تخلي المطر بيغني الخمس دقايق دول علشان خمس ثواني يعني اه اه غلط فيهم او كلمة غلط فيها او حرف ما طلعش صح. فاللي بيحصل دي احنا هنعلم على المزورة اللي احنا عاوزين يسجلها دي دلوقتي. وهنسجل المزورة داية في. تعالوا نشوف مع بعض. بالعلامة بتاعتي اللي انا بعلم بها من فوق ديت اللي هو هختار المزورة نمرة خمسة. انا اخترت المزورة نمرة خمسة انا هرجع من الاول عشان ما محدش يبقى له حجة. فانا راجع من اول التراك بس انا اخترت المزورة نمرة خمسة بس اللي انا فيها الجزء بتاعي بتاع علم روح راح والقلي. تعالوا نسمع تاني ونشوف. هقف هنا مرة دي. تمام. انا عارف دلوقتي بالزبط حق الجزء بتاعي اللي انا اخترته هو الصح المزورة نمرة خمسة دي لازم تتغير وتبقى علي تغرب راح والقلي. طيب. خلاص كده اسجل? لا انت لو بدأت تسجل دلوقتي هتسجل على كل التراك. اه يا لا. طبعا مش هينفع كده. فانا هعمل او هعمل للجزء دوت وعمل له فيرجع تاني الكأنه مش موجود هو بتحط لير فوقها يعني. طيب تمام كده. شايف الجزء بتاعي دوت اللي هنا من تحت ده اسمه لازم اعلم عليه يبقى ابيض يعني هدخل من المدخل يعني هخرج من المخرج. هيدخل هنا ويخرج هنا التسجيل بالزبط. ادوس تسجيل لو تسجيل دلوقتي هيسجل من الاول تاني. اه يا لأ برضو مش عايزين دوت كده. فانا هعلم تاني على جزء اللي انا سجلته ده واتمسحه. احنا مش هندوس خالص اي حاجة غير اني هدوس شايفين دوت? يا بتدوس بلاي يا بتدوس على الكيبورد بتاعتك اللي هي المسافة يعني طيب ندوس ونشوف. اه يا لاللي عيني يا لاللي علي تغرب راح ولا جالي اه يا لاللي عيني يا لاللي خلاص ما بقاش يسجل تاني. خدت بالك انت معايا لما وصل للجزء دوت راح مشغل اوتوماتيك الزرار الاحمر بتاعي 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 التسجيل طيب نسمع ونشوف كده بقى الحتة دي تاني كده. نزل الجزء دوت في تاني لو نزلته كده بالماوس هينزل ويعمل لي تاني. ادي الجزء بتاعي بتاع علي آآ مروح راح ولا قلي. انا هشيل البنش اين والبنش اوت تاني خلاص خلصنا بقى من القصة دي خلاص. ما بقاش فيه بانش اين وبانش اوت. هاجب المقص هنا. اروح قصص الحتة بتاعتي ديت من هنا. واقصص الحتة بتاعتي ديت من هنا. واختار تاني الجزء اللي انا مش عاوزه. وامسح. واروح مطلع اختنا ديت هنا. نسمع بقى التراك كله على بعضه تاني. اه يا لالي عيني يا لالي علي تغرب راح ولا جالي اه يا لالي عيني يا لالي خلاص خلاص الحتة. اللي انا دخلت فيها وعالجتها وباقت كده تمام التمام وعملت اللي انا عاوزه جزء بس من التراك هو اللي تسجل. طيب احنا بقى انا عندي دلوقتي تلات حتة في التراك دوت لو انا عايز التراك ده كله بعلم على التلات حتة دول بدوس هنا وخش على الاوديو واعمل حاجة يعني ايه الاجزاء دي اعملها اللي كلها جزء واحد. هروح اعمل كل جزء واحد فبقى اتراك كل واحد لما اعمله سيلكت ومش سيلكت بيختار التراك على بعضه. موضوع بسيط مش كده? يعني وفر لنا وقت كتير جدا مش هعط بقى صلح عشان غلط في صباح دسته على الكيبورد ولا آآ آآ جيتار ريشة جيتار طلعت غلط ولا تكة طلعت غلط ما طلعتش صح في الجيتار او مطرب وهو بيغني خد نفس في مكان غلط او بدأ في مزورة غلط او قال حتة نشاز او ممكن اعيد بس الجزء دوت وخلي الكمبيوتر يدخل في حتة ويطلع من التانية زي ما احنا اتفقنا ان الكلمتين دول دوليا معروفين يعني في كل عالم هندسة الصوت اما هتروح حتى في الستوديو تسجل عادي كان زمان من قبل ما يبقى فيه الاجهزة دي كلها الكلمة دي معروفة يعني من 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 ايام البيتلز بتخش في حتة وبانش اوت بتخش في حتة وتخرج من حتة تانية دي معروفة حتى من ايام التسجيل الانالوج فاستمر استعمال هذا المصطلح لازاله حتى الان بيستعملوه لو انت تدورت على الكلمتين دول في اي بتاع دي اي دابليو انت بتستعمله هتلاقيه وبعدين ما تخافش تستعمل اه دي اي دابليو تانية يعني اي نعم اه الانتاج بتاعك هيبقى ابطأ واخد بالك ولكن لما هتتعلم اه دي اي دابليو تانية انت ممكن تروح تسجل فيه ما يبقاش فيه دي اي دابليو بتاعتك اللي عندك في البيت فتعرف تستعمل دي اي دابليوز المشهورة بالذات الانواع المستعملة اه عالميا زي اه للابل اه عندك اه 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 بالنسبة للبي سي او الويندوز وعندك اه اه كيك ووك سونار بالنسبة للويندوز برضو وفيه ابليتون لايف فيه كم دي اي دابليو بتقدر تستعمله فيه كمان مهمة جدا فحاول تستعمل اتنين تلاتة كده فيه فيه من وقت للتاني عشان تبقى عارف على طول وممكن حتى تلاقي فيه اه الناس اللي بتستعمل اكتر من يلاقي ميزة في مش موجودة في التاني او سهولة في تستعمله اكتر من سهولة بتاعت التاني فتلاقيه فضل يسجل الجزء ده على وينقله ملف تاني او ميدي او بتاع عشان يحطه على الاولاني ما شفت شخص بتعمل كده كتير طبعا اللي بيعرف اه يعمل اه يشتغل على دي او واحدة وهيبقى الاجهزة بتاعته كلها والسوفت وير بتاعه كله بيوفر لنفس وقت كبير جدا ان كل ما انت عرفت الاختصارات واستعمال الكي بورد والشورت كاتس بتاعتك في انك انت توصل للنتيجة بتاعتك بسرعة كل ما انتاجك هيبقى اسرع وحتقدر تنجز اللي انت عايزه فيه وقت قليل جدا وتتفرغ في بقية الوقت الطويل اللي انت هتوفره في التفكير في العمل الفني نفسه بكده اكون وضحت موضوع وان شاء الله حنكمل بعد كده في حلقات جديدة من حلقات الهندسة الصوتية واشوفك الحلقة اشتركوا في القناة